خلينا أوجه لك السؤال مباشرة يعني بوضوح ما هو تجديد الذهن في الكتاب المقدس طيب مدام حضرتك سألتني عن تجديد الذهن في الكتاب المقدس لازم أرجع للايه؟ للكتاب المقدس مش كده ولا ايه رأي حددك طيب واحدة من ضمن الآيات المفتاحية أسيس نظار للتجديد الذهن هي رسالة بوليس الرسول إلى أهل رومية أصحاح 12 الآية 1 و 2 أنا أتمنى من كل قلبي طبعا لو طلعت الآية على الشاشة يبقى شيء جميل عشان المشاهدات والمشاهدين يقدروا أن هم يتابعوا نشكر ربنا الحمد لله بيقول فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أكسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة أنا الآن أؤمن أن الكتاب المقدس موحى به لفظا ومعنا في لغاته الأصلية فالآية دي بتبتدي بحرف الفاء نعم يعني إيه يا أسيس نظار أقول آه يعني بناء على ما سبق إيه بقى اللي بناء على ما سبق لما الرسول بوليسي يقول فأطلب إليكم يعني يقول إيه بصوا للأنا قلته له بما أنه بما أنه إيه بقى اللي بما أنه بما أنه هقوله لك أصحح واحد واثنين وثلاثة دينون طلع على الخطيئة سواء كانت على اليهود أو الأمم الأمم أو اليهود أو العالم أجمع ده في أصححات واحد واثنين وثلاثة واربعة واحد واثنين وثلاثة أصححة أربعة تبرير الإنسان بالإيمان أصححة خمسة انتقال الإنسان من آدم الأول إلى آدم الأخير أصححة ستة الموت والدفن والقيامة مع المسيح التبرير أصحح سبعة مشكلة ماذا يحدث بعد ما أنال هذا التبرير أصحح تمانية النصرة اللي بيعطهلنا الروح القدس نموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من نموس الخطيئة والموت أصحح تسعة وعشر وعشر وعشان ما نتخنقش مع بعض قدام الناس قدام الكاميرا هنقول اختيار النعمة ماشي عشان ما نخشش فيه يبقى النعمة اخترتنا أظن ما حدش في كل المشاهدين هيختلف معايا أنه فيه اختيار والاختيار ده نعمة من عند ربنا أغلق على الجميع لكي يرحم الجميع بالضبط الموضوع الكتابي ماشي الحال أنا ماشي معاك لحد آخر المشوار يبقى عندنا أصحح تسعة وعشر ووحداشر هم اختيار النعمة وبعد ما يخلص كل الحاجات دي يجي يقول ايه فأطلب اليكم ايوها الاخوة يعني يعني يجي يقول ايه بناء على الدينونة اللي الرب رفعها عننا في أصححات واحد واثنين وثلاثة بناء على التبرير اللي نلناه في أصححة اربعة بناء على المعجزة اللي الرب نقلنا بيها من أدم الأول إلى أدم الأخير في أصححة خمسة بناء على الموت والقيامة مع المسيح في أصحح ستة بناء على المشكلة اللي حلها لنا في أصحح تمانية بتاعة الصراع للجسد بيشدد الروح آسف أنه أصحح سبعة وبناء على الاختيار النعمة اللي الرب اختره لنا يقول فأطلب اليكم أيها الاخوة يبقى النهاردة تجديد الزهن هو استجابة لعمل الله لأجلنا وعمل الله فينا ورسول بقوله إزاي ما حضرتك عارفه أنت أستاذ كبير دائما أن الرسالة بتاعتك بتنقسم إلى قسمين قسم تعليمي وقسم تطبيقي قسم يقدم فيه الفكر وقسم يقدم فيه السلوك العمل إلى الحياة وهو بيقول إيه المسيح عمل لكم كل شيء علشان خاطر تعيشوا حياة مختلفة حياة لا تشاكل هذا الظهر بتجديد أذهالكم فتجديد الزهن هو استجابة لعمل الله بالنعمة الغنية برأفته فينا علشان خاطر ناحية حياة مختلفة بالفعل فأطلب إليكم بناء على مراحم الرب السابقة أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حياة فتجديد الزهن بناء على عمل الله لأجلنا وعمل المسيح فينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر